اللهم صلي عليك يا سيدي يا رسول الله خدوا بالكم التكبير نوعين اتنين تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير في العشر اوائل من زي الحجة لحد ايام التشريق التلاتة اللي هم ايام العيد اللي بعد الاربعة ايام العيد يعني اللي هو يوم عشر او 11 او 12 او 13 عند غروب الشمس يوم 14 ده طيب ده التكبير بيفضل امتى المطلق المطلق دوت في الاسواق في الشوارع ماشي في الشارع كبر سيع عربيتك كبر ركب المترو كبر ما تتكسفش كل شيء حيرد عليك الجماد بيلبي ويكبر معك انت حتستحي من عوديتك لله حتستحي من اتباعك للرسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وخلي الناس تفتكر يعني الناس حتفكر الناس الناس حتكبر معاك حتى لو كبروا على استحياء بصوت منخفض الا انه هزي ايام تكبير ما من شيء من حجر ولا شجر ولا مضر يسمعك فيلبي معك الا واشفع عليك يوم القيامة بين يد الله يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما كبر من مكبر ما كبر من مكبر وهلل من مهلل الا بشر الا بشر فالصحابة بيقولوا ايه بالجنة قال نعم نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما هلل مهلل ولا كبر مكبر الا بشر بشر من مين من ربنا بايه بالجنة عاوز حاجة اكتر بانك تتبشر في الجنة نضيعش وقتك ما تشغلش بالك بحد يوم عارفة خمس فترات قسمناهم مع بعض الفترة الاولى ليلة عارفة الفترة التانية من الفجر للضحى الفترة التالتة بقى اللي هي من الضحى لحد الصلاة الظهر من فضلك ريح جسمك عشان ورانا شغل دي فترة مفتوحة للنوم والراحة اذا اردت عاوز تقرأ قرآني باخير وبركة طيب بعد كده نشوف الفترة التي تاليها اللي هي الفترة الرابعة احنا قلنا خمس فترات الفترة رقم ثلاثة دي فترة ترست وراحة كده عشان تنشط للي بعد كده بعد كده بعد ايه بعد صلاة الظهر ما بين صلاة الظهر الى ما قبل صلاة العصر هتصلي ايه الاربع ركعات بتوع الظهر في بقى غير كده اربع ركعات بعد الظهر يعني بعد ما تصلي يبقى فيه اربع ركعات تصليهم قبل الظهر سنة وبعدين تصلي الظهر أربعة وبعدين صلي أربع ركعات تانين بعد الظهر ليه؟ فيديتهم إيه؟ قالك ورد في الحديث أنها تحرم أكسادنا على النار وهذا ما ورد في الصحاح حافظ عليهم حافظ عليهم ده يوم مهم جدا